وما كان السلف يعرفون النوم بعد الفجر ما كانوا يعرفون النوم بعد صلاة الفجر حتى يقول ابن القيم لو كانوا في سفر طول الليل وفي عناء وفي شدة لا ينامون بعد الفجر ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينامون كل ذلك محافظة على هذا الوقت الفاضل الذي هو من بعد صلاة الفجر الى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت مبارك ووقت فاضل ووقت ذكر لله تبارك وتعالى وما كان السلف رحمهم الله يقضونه في نوم أو في كسل أو في فتور أو نحو ذلك وإنما كانوا يحافظون فيه على الأذكار ذكر الله ولا سيما التسبيح ونحو ذلك من الأذكار التي وردت في الشرع وستأتي أو يأتي معنا جملة طيبة منها في هذا الكتاب وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول لا صلينا الصبح ثم ذهبنا إلى ابن مسعود ذهبوا إليه في بيته لزيارته قال واستاذنا في الدخول طلبنا الإذن في الدخول فاستأذنت لنا الجارية فأذن لنا في الدخول أذن لنا ابن مسعود ندخل ولكننا انتظرنا قليلا يعني بعد الإذن انتظروا قليلا ثم دخلوا فلما دخلوا على ابن مسعود قال ما لكم يعني تأخرتم في الدخول وقد أذن لكم قال قلنا ظننا أن أحدا من أهل البيت نائم فانتظرنا قليل يعني انتظروا قليل حتى يرتب لهم الطريق قالوا خشينا أو ظننا أن أحدا نائم فانتظرنا قليلا فقال رضي الله عنه أظننتم بآل ابن عبد غفلة ابن أم عبد غفلة أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة يعني هل ظننتم عندنا غفلة معنى ذلك أن ما أحد ينام عندهم في هذا الوقت لا هو ولا أولاده لا يغرف النوم عندهم في هذا الوقت قال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة ثم أخذ يسبح أخذ يسبح إلى أن قال لي الجارية انظري أطلعت الشمس فنظرت قالت لم تطلع قال فأخذ يسبح ثم قال للجارية انظري أطلعت الشمس قالت نعم قال الحمد لله قال كلمة عجيبة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا انتبهوا للكلمة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هل اليوم انتهى هل اليوم انتهى أو لا زال في أوله لاحظ معي الآن مجرد ما طلعت الشمس وهو على التسبيح يسبح الله حمد الله بهذه الصيغة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا اليوم بقي أكثر ما زال في أول اليوم فلماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا لماذا قال هذه الكلمة اظن الجواب معروف لدينا اجمعين لان من حفظ اول اليوم حفظ له اليوم كله ولهذا قال في مجرد ما انه حفظ اول اليوم بالذكر والتسبيح الى ان طلعت الشمس حمد الله بهذه الصيغة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع ان اليوم ما زال بقي وقت طويل بقي الضحى وبقي الظهر وبقي العصر بقي وقت طويل جدا ما مضى من اليوم الله جزء يسير جدا ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكن بذنوبنا هذا نأخذ من فائدة جليلة مهمة ان من حفظ اول اليوم حفظ له باقيه من سلم له اول يومه سلم له بقية يومه وهذا هو سر محافظة السلف رحمهم الله على اول اليوم وعدم اضاعته السلف رحمهم الله عرفوا قيمة اول اليوم فكان لهم معه شأن والناس في الاوقات المتأخرة والازمنة المتأخرة لم يعرفوا قيمة هذا الوقت فكان لهم معه شأن اخر ربما ان افضل اوقات النوم عند كثير من الناس في هذا الزمان بعد الفجر افضل اوقات ويفضل النوم ولا يمكن ان يضيع نوم بعد الفجر حتى لو كان لنصف ساعة حتى لو كان عنده دوام وعنده عمل فما يكفي الا ان ينام نصف ساعة ينام مع انها ما تفيده شيئا ترخي جسمه وتضعب بدنا ولا تعطيه نشاطا ولا ترتب عليها له بل تسبب له ارتخاءا وفتورا وكسلا ومع ذلك تجد لا يفرط فيها مع ان الاصل ان هذا الوقت يحفظ في ذكر الله تبارك وتعالى فالشاهد ان السلف رحمهم الله عرفوا قيمة هذا الوقت الفاضل وعرفوا مكانته عرفوا منزلته فكانوا يحفظونه بذكر الله تبارك وتعالى من هنا نقول ينبغي علينا جميعا ان نتعلم الاذكار المشروع المشروعة المأثورة الثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام والتي يستحب لنا ان نقولها في الصباح الباكر ونعود انفسنا عليها ونعود انفسنا عليها كل يوم حتى يصبح هذا امرا معتادا مألوفا للانسان لا يستطيع ان ينفك عنه ولا يستطيع ان يترك يعود نفسه على ذلك ويداوم عليه فيكون بذلك من المحافظين على الذكر على ذكر الله تبارك وتعالى في اول النهار